من ناحيتي قال وزير الخارجية بحرين الشيخ خالد بن أحمد الخليفة أن أمير الكويت تكلم من قلبه بما نطمح إليه من استقرار للمنطقة مؤكدا أن التصعيد العسكري لم يأتي من الدول التي قاطعت الإرهاب وذكر في تغريدات على حسابها على تويتر أنه بعد أن انتهى أمير الكويت من مؤتمره رأينا سلبية الموقف القطري بوضع الشروط والعراقيل أمام أي حوار يلبي المطالب وأوضح أن الدول الأربع أوصدت أبوابها في وجه شر الإرهاب المستطير والأذى الآتي من قطر مضيفا بأن قطر فتحت أبوابها للجنود والآليات في تصعيد خطير وشدد وزير الخارجية البحريني على عدم سعي الدول الأربع لأي تهديد عسكري إلا أنها وكما يعرفها العالم لن تسمح لأي طرف كبر أو صغر شأنه لتهديد أمن شعوبها واستقرارها